احنا هنقول شوية اجراءات كده تخلي الهجرة تعيش في حياتنا لان الهجرة في مقام عالي اوي 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 في حيات الناس فاحنا محتاجين نخلي الهجرة تساعدنا على ان احنا نعيش حياتنا مع مولانا سبحانه وتعالى لان الهجرة زي ما نجي في الحديث اذا كانت الهجرة هجرتين هجرة الحاضر وهجرة البادي فهو عايز يقول ايه؟ ان البادي وهو في باديته وهو بعيد هجرته انه لما يؤمر بامر يطيع ولما يدعى يجيب لا تعالى ايه وهجرة الحاضر ده بقى شده باليه ليه؟ لانه بيهاجر وهو في نفسه بيهجر كل المغرات وكل الشهوات وكل المؤذيات الى الله سبحانه وتعالى وعشان كده هي اعظم في الاجر وفي الابتلاء وفي الاختبار احنا نعمل ايه بقى؟ تعالوا نقول كده اوه نقول كده مع السنة الجديدة ان احنا نويين ان احنا نكون مهاجرين الى الله سبحانه وتعالى مهاجر الى الله ازاي؟ اول حاجة انا اقولك تلات حاجات لازم كل يوم تتأكد ان انت هجرتها وذهبت الى الله اول حاجة انتهجر المظلومية وانتهجر الاحباط وانتهجر العشوائية دولة تلات حاجات ماينفعوش ان انت متهجرهمش تهجر المظلومية ازاي؟ كيف تهجر المظلومية؟ ان انت تراجع ما كان في حياتك وتعرف ان هو تلات اربع وكان خلاف في وجهة النظر بينك وبين الناس وانتهجر الاحباط بانك انت كل يوم يبقى عندك امل جديد في الله سبحانه وتعالى وتسيبك من كل اليأس والاحباط اللي بيحصل عند الناس ده دالت حاجة ان انت تهجر ايه؟ تهجر العشوائية وتعيد تنظيم حياتك بناء على رؤية للسنة الجديدة اللي انت عتعيشها ده اول شيء ده هو الاجراء انا بقوله لك تاني اجراء مهم ان انت تعمله ان انت تبتدي حوار جديد مع اهل بيتك سواء مع اخواتك اذا كنت شاب سواء او كنت صبي او مع اولادك اذا كنت كبير ابتدي حوار معهم جديد قلهم تعالوا في السنة الجديدة دي تعالوا نهجر ما يكره الله ايه اللي بيكره الله سبحانه وتعالى في البيوت؟ الله يكره في البيوت ان الناس تكون صدرهم مليئة بالوجع مليئة بالضيق لان من كان عندهم فضلوا ظهرين فليعود على من اللي ظهر له ربنا بيكره ان البيوت تكون في شقاق لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب ان البيوت تكون فيها مواد ورحم اتصلحوا واتكلموا مع بعض في حاجات جديدة تخليكم شركاء في المستقبل مع بعض اتشاركوا مع بعض في عمال جديدة ولو ما كانتش عندكم اتشاركوا مع بعض في خدمة الناس اتشاركوا مع بعض ان انتوا تزوروا ناس محتاجين وتساعدوهم اشتركوا مع بعض ان انتوا تخففوا عن بعض الالام والوجع ولو ما لقيتوش اشتركوا مع بعض في ان انتوا تسمعوا بعض ده هيكون حياة جديدة مختلفة آخر إجراء أنت كمان شايف أن احنا ممكن نعمله ونهجر فيه ما كره الله إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى أن احنا نكره اعتدادنا بنفسنا ربنا لا يحب الإنسان اللي دايما شايف نفسه على الصواب دائما واللي شايف أن كل حاجة بيقولها لازم تتنفس اعطي مساحة نفسك أن أنت تتجرب حاجات جديدة تكلم الناس واسألهم أنتوا شايفيني ممكن أكون أفيد لي أن أنا أعمل إيه وجرب ابتدي جرب النهاردة أن أنت تكون أقل كلاما وأكثر صمتا جربوا أن أنتوا تصمتوا وجعلوا الصمت ده عشان تتفكروا في نعمة ربنا فيه وبعد ما تتفكروا قولوا الحمد لله يا من جعلتنا غرق في نعمك واجعلتنا محل نظرك فيا من أغرقتنا بنعمك واجعلتنا محل نظرك اجعل نظرنا دائما في استثمار نعمك لنرى جميلة واسلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر